سيوم الثمانية وسبعت عشرين دقيقة موزيكتنا متواصلة معاكم حتى للعشرة ان شاء الله لكن قبلها كل عادة نرجع للغانديفو اليومي مع سوفيين في شوفيين وفي شوفيين اليوم بشيطرح عليكم تساؤل هو استفهم استنكاري كيف تستقي مساحة والسياسي اعواج تتسويت في شوفيين 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 كيف تستقيب ساحة والسياسي اعواجه حدث الاعتداء الوحشي لتلميذ على استاذ بسكينة وستور والقاعد يجري في الاسابيع الاخيرة في سفاق سوع جلب يبينو ان مجتمع مريض وهش وما كناش في مستوى الامال اللي جات بها سورة 2011 وحالات كيف هذه باش زيت تتكرر وتتمتت هذا من المؤكد وفي اخر المطاف مهما كانت التمظهورات نلقاوا السياسيين متصدرين للمشهد بكل اطيافهم هم المسؤولين الحقيقيين على انخلام الاوضاع واهمت موقعات هؤلاء السياسويين في الاحزاب والبرلمان المجمد والمجالس البلدية المنتخبة والهيئات العليا المنتخبة وكذلك المعينة بيرادة الاحزاب بصفة او باخرى واليوم هانا عايشين وقع ازمة واجلاءات استثنائية وتجميد صلاحيات البرلمان وتحبيل مسؤولية كبرى مستحقة للقضاء اللي مستلاش بدوره كما ينبغي باعتباره هو زادة خاضة لسطوة وابتزاز الاحزاب والجمعيات والهيئات المتحذبة الناس الكل يتالبوا بوضع خالصة طريق للخروج من الازمة والرجوع الى الوضع الطبيعي مبين ذفلين لانه في الحقيقة ما ابعد هذا الوضع ان يكونه طبيعيا به مقبول ومستحب واليوم وغدوة اما شو الظامن وانه ما نقاوش الواحنة في نفس المستنقع السياسي والمؤسساتي نعم ما عندناش اليوم ساحة سياسية بالمفهوم المتداون بل المستنقع السياسوي تلتع فيه الاشخاص والتكتلات والمافيات تحت غطاء الديمقراطية ويكفي انك تتصفح الكتاب الاخير اللي نشره رئيس الحكومة السابق في الحبيب الصيد واللي عنوانه الحبيب الصيد في حديث الذاكرة باش تقتنع بمدى صوتة المافيات على ما يسمى جذافا بساحة سياسية في تونس تونره هذا الكتاب المهم مستقبلا اما خلينا نقول انه كما قال العرب سابقا كيف يستقيم الظل والعود أعوجه الرجوع الى الوضعية ما قبل 25 جولي 2021 باش يفضي حتما الى اعادة انتاج التراجيديا اللي عايشينها ولو انه من الظلوري حتما كذلك الخلوج من الحالة الاسلامية في اقلب الاجال الاشخاص والاحزاب والمنظمات اللي متصدرين المشهد هما هما متبدلوش ما عملوا حتى شي باش يتبدلوا ويبدلوا وسائل وطرق العمل والتواقم امتحهم اذا ما بقى المشهد الحالي والجعب قوة سيكون سيداتي سادتي مشهد رقصة مصاصية الدماء من جديد لوبالديفونبيخ والمرة هذي باش تكون الوضعية اشيا واخطر والجراح اعمق واكثر وبتشا علما وانه اريات الضبط التقليدية من احزاب هيئات منتخبة ومنظمات وطنية بما فيها النقابية تهرات وفقدة ما تبقى لها في رصيدها المتأكل من مصدقية وبالتالي من فعيلية حقيقية انا مع الرجوع الى الوضع الطبيعي العادي اما زادها مع قوانين جديدة تخص الحياة السياسية والاحزاب والجمعيات والحملات الانتخابية وتمويل الاحزاب والجمعيات وتمويل الحملات الانتخابية والهيئات الحاسمة في مآل الانتخابات على غلال الهيئة العلية المستقلة الانتخابات والهيكاة ومحكمة المحاسبات وخاصة اجال نظر في الجرائم الانتخابية وغيرهم أقولنا ما دوا ما تعجبش أما ما هي شيchodzi تحل بدون اعتماد اصلحات raise ف كيف تستقيم الساحة والسياسي أعوض شوفيان 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 شكرا لك نرجع بعد شوية الموسيقى هذا الصوت كذا مسير قولي أحبك